بينما يعتمد العراق على النفط في تغذية اقتصاده تحل معاوقات عدة دون نهوض بوقع الصناعة في البلاد وتنوح مصادر الدخل ما هي هذه المعاوقات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد نتابعها مع أحمد رأد في هذا التقرير تراجع مستمر للوضع الاقتصادي في العراق بسبب اعتماده على الصناعة النفطية فقط القطاع الصناعي لم يتطور طيلة السنوات السابقة وزير الصناعة كشف عن أهم المعاوقات التي تواجه القطاع وأبرز التحديات للاعتماد على الصناعة المحلية دائما ما نسأل لماذا لا تكون هناك صناعة وطنية في البلد تنافس الصناعات في دول الجوار هذا أس المشكلة دول الجوار سعودية وإيران تحديدا أدهى إمكانيات كبيرة في موضوع الطاقة وموضوع الغاز ويبيعون للصناعيين بشكل مدعوم إحنا ما عدنا نستورد من عدهم وريد ننافسهم بالصناعة فهذه معادلة وموازنة صعبة بصراحة إذا نتحدث عن الغاز بشكل رئيسي نتحدث عن المشتقات النفطية أيضا عدنا بها أشكالية نتحدث عن الكهرباء أيضا عدنا بها أشكالية نحتاج وقت أطول حتى نحل هذه الإشكاليات إشكاليات على مستوى الدولة على مستوى الحكومة كلها مو بس على مستوى وزارة الصناعة وبهدف استعادة القطاع الصناعي وتأسيس قاعدة صناعية رصينة شرعت وزارة الصناعة في العمل على تأهيل المصانع والمعامل الحكومية والمشاريع الكيميائية المنتجة للأسمدة للاعتماد على صناعة مستدامة وتوفير فرص عمل هناك توجه حكومي ومتابعة حثيثة لهذه المشاريع باعتبار هذه المشاريع عملاقة وبالصناعة الوطنية وهي رافض مهم أيضا للاقصاد الوطني ولتشغيل العمالة ولحماية المستهلك وأيضا توفير هذا المنتج المهم خصوصا العراق يشهد عمليات يعني بناء كبيرة وأعمار كبيرة وكشفت وزارة الصناعة عن تأهيل عدد من القطاعات في الصناعة العراقية منها صناعة الحديد وصناعة الأسمدة بعد توقفها لأكثر من عشرين عامات لقناة الرابعة أحمد رائد البصرة